صليت بنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف يا سيدي حضرتك احنا انا قلتلك كلام القرطبي قلتلكم يا جماعة بس خشوا على السوشال ميديا اكتبوا هذا الكلام فيه بقى شيخ والشيخ دوت كان اسمه الشيخ احمد عبد الرحمن اكمل بقى الاسم الشيخ احمد عبد الرحمن البنة الاسم مش غريب شوية ايه هو ابو مين ابو حسن البنة خلف اتنين خلف حسن البنة واحد بينكر السنة واحد بينكر الوطن خلفة كلها بركة احمد عبد الرحمن البنة الساعاتي كان شهير بكلمة الساعاتي عشان كان شغال ساعاتي جنب عمله جنب عمله كداعية او عالم او خلافه وعمل ترتيب لمسند الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه ارضاه تمام واظن ده هما بيصقوا فيه يعني الرجل ده من المفروض يعني انه مش بيطبل لحد ولا ايه يا اخوان يا ارهابيين مش بيطبل صح ولا انتوا فاكرينه ولا رأيكم فين ونخر بيطبل طب الاول نشوف ايه والكلام اللي حنقوله لكم ده من كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد ابن حنبل الشيباني دار احياء التراث بيروت الجزء خمستاشر صفحة خمسة وستين الجزء خمستاشر صفحة خمسة وستين صفحة ايه خمسة وستين الجزء كان خمستاشر بيقول وفيه دلالة بعد ما ذكر الحديث سأدرككم عليه وفيه دلالة على ان المسعر من اسماء الله تعالى وكذا الرازق ونال التنحصر في التسعة والتسعين المعروفة ومعناه انه تعالى هو الذي يرخص الاشياء ويغليها ايه بقى ده هو البنر اخر طلع منافق ولا ايه رأيكم اي اي ان الله سبحانه وتعالى اي من اي ان الله هو الذي يصعر اشياء ويغليه فمن صعر فمن صعر درأي مين احمد الشيخ احمد البنة ابو حسن البنة فمن صعر فقد نازعه فيما له تعالى وليس يا خبار بيد يا خبار بيد يا خبار بيد يلا يا صغير رد يا صغير يلا تلينا رد الله عزيز انا بالله انا ابكي عليكم والله وليس لأحد ان ينازعه جل شأنه ومن اثبت ومن اثبت هذا الاسم لله فعلماء كثيرون انما خد بال حضرتك ادي كلام احمد عبد الرحمن البنة الساعاتي ابو حسن البنة قال لك ان كده اللي حيحاول يدخل في الملف دوت ما ينازع طبعا انا مش معاه انه بتنازع الله لانه احيانا يجب ان يتدخل وليه الامر للضرب على ايد التجار والعابسين اذا ما تجاوزوا في حق الشعب واذا ما تجاوزوا في حق الناس ما قلناش سيب كلابها على ديابها ما قلناش كده خالص وما قلناش ان لازم وليه الامر يبعد عنه لا لا خالص والله انما الاصل في المسألة القانون ما عندنا في الاسلام عرضه طلب ما فيش تسعير جابري انما هو من المصالح المرسالة اللي بيتدخل فيها او من ال بيقولوا عليها السياسة الشرعية اللي بيحبوا استخدام المصطلح ده يبقى ولي الامر له الحق في التدخل انما عموما المستقر عندنا ان المساعر هو الله انك لازم تدور على الحقيقي اللي في ايده منع الزرع ومنع الضرع وجفاف الماء هو مين هو الله سبحانه وتعالى فلو قلتلكم صلحوا وعلاقتكم بالله هو ايه العلاقة بين الاستغفار وبين المطر هو نوح ما لهوش حق ولا لهو حق ما تقول ما تقول لي بس رأيك ايه سيدنا نوح وهل نوح كان عليه السلام يعني كان بيقول كلام مش مظبوط حشاه يعني فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارة طيب ماشي حيحصل ليه يا نوح قال يرسل السماء عليكم مضرارة ايه علاقة المطر بالاستغفار يا جماعة حدي يدلني يمكننا علمي على قدي ايه علاقة المطر اللي بينزل من السحاب بالاستغفار ده معروف النظريات العلمية التي تتكاون من اجلها السحب وتتسقط من اجلها الامطار وسرعة الرياح وسرعة الضغط وسرعة التكسيف وسرعة درجة البرودة وانخفض جوي شمالي شرقي الليلة اللي انت بتسمحها في الارصاد دي ايه علاقة بقى الاستغفار بالمطر قولها انت مش هتكلم انا لحسن يا عم القناة ياها تعمل عني حلقة علمية اهو ايه علاقة المطر بالاستغفار يرسل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مضرارة ايه ده الكلام ده لازم نفهم بقى الكلام ده جاي ازاي وينددكم باموال ايه علاقة الاموال والكاشف لو ايه علاقة الكاشف لو والسندوق النقد بيه وينددكم باموال مثلا حيمدينينا بمال ازاي ربنا حيمدينينا بمال هل جبريل حيوقف على اول الشارع يا أبض قول لي ما تقول لي ما تفهمون بقى ما تكون مش فهمين الموضوع ماش ازاي وينددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار